ما لكم؟ والصد هذا عمرنا حجر حجر تغيب الدراما اليمنية طوال العام لتحضر بشكل مزدهم في الموسم الرمضاني حيث تتنافس أكثر من سبعة أعمال درامية على أوقات الذروة للمشاهد اليمني في مختلف القنوات الخاصة وتغيب عن شاشة الفضائية الحكومية التي شكى مديرها من نقص التمويل تعرض أعمال متفاوطة الجودة على عدد من القنوات منها يمن شباب والمهرية التي تشتركان في عرض مسلسل سد الغريب وهو العمل الدرامي الأكثر حرفية وجودة من حيث التصوير والإنتاج إضافة لجمعه أغلب نجوم الشاشة اليمنية وتقديمه لهم بطريقة مختلفة عن أعمالهم المألوفة اعتمد المسلسل على أحداث متداخلة بين زمنين يقدمها بطريقة مشوقة ولا تتأثر حبكته الدرامية بالاستقطابات السياسية التي طغت على أعمال أخرى منها ما هو مخصص لهدف سياسي من حيث الأساس مثل مسلسل النثرة وهو أول محاولة درامية للفنان محمد الحاوري ويعرض على قناة سهيل حيث يعمل على إيصال رسائل سياسية مباشرة لمقارنة سلوك الحوتيين قبل وبعد انقلابهم في سبتمبر 2011 الذي يسميه بالنثرة كمقابل اللفظي لكلمة الثورة ولم تغيب الأعمال الرمضانية عن شاشات القنوات التابعة لميليشي الحوتي حيث تعرض قناة المسيرة مسلسلين هما بعد الغياب الذي حظي بإنتاج سخي ومشاهدات عالية نسبيا وعلى الرغم من كون المحتوى الأساسي للمسلسل يعالج قضايا اجتماعية إلا أنه في كثير من محتواه مسخر لتوجيه رسائل سياسية داعمة لسياسات الميليشيا العسكرية كما اكتظى المسلسل بالشخصيات التي تؤدي أدوار الأغبياء وذوي العاهات دون ضرورة فنية سوى مسايرة قدرات بعض الممثلين الذين لا يستطيعون الخروج من عبائة الشخصيات التي ظهروا بها في المرة الأولى مسلسل شمع خبر عرضا على قناة المسيرة وهو من فئة الأعمال المستعجلة إضافة إلى دار ما دار على قناة يمن شباب وجمهورية كورونا الذي أثار الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ضعف محتواه ومستوى إنتاجه الفنان صلاح الوافي لم يتمكن من الحفاظ على الحضور اللافت الذي كان قد حصده مسلسل غربة البن في جزئه الأول حيث فشل في الحفاظ على بعض الوجوه الأساسية في المسلسل كما أن الحبكة الدرامية التي عمدت إلى إطارة أمد القصة دون حدوث مفاجآت تسببت بخيبة أمل كبيرة لدى الجمهور الذي كان متسامحا مع بعض هذه الهفوات في الجزء الأول دي إحساس أن هذا الوالد نصب مثل أبو عبدالح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر